فيديو جديد موبايلات سعرها نزل وحاليا بتقدم صفقة ممتازة ولكن الفيديو ده مش بس متوقف على موبايلات سعرها نزل لا أنا جايب لك صفقة قوية جدا لموبايلين أول مرة بتشوفهم في السوق المصري ولكن بأسعار ممتازة كل واحد فيهم بيقدم القيمة الأعلى مقابل سعره فأكيد يعني لازم تكون من أول الناس اللي تلحق بقى عشان هم كان نسخة بالظبط اللي موجودين تقدر تشتريهم قبل ما أقول لك أي حاجة يكيب لنساش لايكك سبسكرايبك رأيه وفعل الجراش نوصلك من دايما كل جديد عشان دايما تفضل نتابع معنا أول بأول الحصريات والحاجات المهمة دي أما دلوقتي خلنا ننقش في تفاصيل الفيديو كالعادة أهلا وسهلا بكم أنا محمد ودقاءات إمكري فيوز ومن الآخر كده أول موبايل يعتبر صفقة رهيبة جدا حاليا في فئته وهو ريلمي ناين برو سعر الموبايل حاليا دلوقتي يعلنون عمل تمانية تلاف ومتين جنيه بالظبط بتاخد إيه بقى بالفلوس دي لو بسيت أصلا على السهل مصري أتلاقي أن كل الموبايلات هنا بتيجي بمعالجات فور جي مش فايف جي حابب أقول لك أن الريلمي ناين برو بقى بيقدم لك معالج سناب دراجون ستمية خمسة وتسعين فايف جي مع تمانية جيجا بايت رام مية تمانية وعشرين جيجا زاكرة تخزينية تعتخد هنا أداء يومي ممتاز وأداء ألعاب أكثر من ممتاز في الفئة السعرية دي اللي هي بفئة تمن ثلاث جنيزة ما قلت لك بتدور على الشاشة بتصويم حديث فالموبايل بيجيب شاشة للأسف هي اي بي اس مية وعشرين هرتس فول اتش تي بلس ولكن الشاشة جاية بالحواف الجديدة أو جاية بالشكل الجديد كل بانش وحافة صفلية تعتبر معهولة تجربة كاميرات كويسة ومعك هناك كاميرا أساسية وكاميرا ألتروايد وكاميرا للمكرو الموبايل ده بيحافظ على كاميرا الألتروايد لأن الموبايل ده من السنة اللي فاتت مش من السنة دي كمان هناك عن بطارية خمس تلاف ميلي أمبير ومعك شاحن سريع تلاتة وتلاتين واطي اعتبر ممتاز وطبعا معك هنا تصميم شيك من مادة البولي كاربونات كالعادة زي كل الموبايلات اللي موجودة وبرضو عندك مدخل تلاتة ونص ميلي وده حاجة اعتبر كويسة قريب الموبايل ده من وجهة نظري أو لعاب القاتل في الموبايل ده انه بيجيب سماعات مونو للأسف مش استيريو ولكن حط في جماغك الرقم تمنتلاف ومتين جنيت تاخد موبايل من براند زي ريلمي موبايل جايب المعالج ده مع سستوير ريلمي موبايل جايب تولفة الشاشة دي مع سرعة الشاحن دي مع البطارية دي فانت بتاخد صفقة تعتبر كويسة والموبايل اصلا مفيش منه غير كام نسخة بالزبط يتعدوا على الايد اللي موجودين حاليا تقدر تشتريهم وكالعادة هسيب لك اما بالنسبة بقى للصفقة الاقوى على الاطلاق حاليا من وجهة نظري كصفقة مبودة في السوق هو ريلمي ناين برو بلس الموبايل سعره حاليا على نون تسعة تلاف وثمانمية جنيه مبدعيا بالنسبة للتصميم اتبتاخد تصميم من الازاس فريم من البلاستيك والتصميم شكله شيء جدا شبه ناين برو بالزبط اما بقى بالنسبة للنقطة التانية بقى تعتبر ممتازة في الموبايل ده انك بتاخد شاشة اموليد تسعين لارتس فول اتش دي بلاس الحاجة الوحيدة اللي مش قل كده ان الشاشة هي نستوعها ستميت نتس بس مش اكتر ولكن تقدر تشوف الشاشة تحت اشعة الشمس بدون اي مشاكل ده حاجة الصراحة تعتبر ممتازة الى جانب المعالج الراهيب اللي مش هتلاقيه في اي موبايل تاني وده بقى لان الموبايل ده بيجيب اقوى معالج ممكن نتكلم فيه اساسا في فقه التسعة الام جنيه وهو دايمينيستي تسعمية وعشرين فيا فيا فجيي عايز اقول لك ان الف وتمانين اللي موجود في السامسونج ربعة وتلاتين هو اقوى من تسعمية وعشرين ولكن هو المعالج اللي بعده على طول يعنى تسعمية وعشرين نزل على طول الف وتمانين وراهه الفرق ما بينهم مش كبير هنا بقى انت تاخد مع الموبايل ده خدمات الفايف جي بتاخد اداء ممتاز في اداء الالعاب بتاخد اداء ممتاز في الاداء اليوم مع سوفت ويرل المستقر والاهم انك معاك هنا تمانية جيجا بايت رام مية تمانية وعشرين جيجا زكرة تخزينية. كالعادة بقى معاك حاجة قليل جدا لما بنلاقيها هنا سماعات بصمة اعتبر ممتازة تحت الشاشة تجربة كاميرات ممتازة واداء كاميرات فعلي اكيد ممتاز وراهيب كالعادة من الموبال ده كان من افضل موبالات اللي عجبتني السنة اللي فاتت في تجربة الكاميرا الاساسية والكاميرا الالترا وايد وعندك كمان كاميرا ماكرو. فالموبال مش مأثر معاك تماما كل حاجة بتدور عليها في الموبال ده حد الان موجودة. واخيرا بقى معاك بطل ربعة تلاف وكمل سميت ميلا امبير مقبولة هتكمل معاك اليوم مع المعالج الموفر ده. ولكن هنا انت معاك سرعة شاحن مش بنشوفها تحت العشرة تلاف جنيه في السوق المصري شاحن ستين وات. شاشة اموليت تسعين هرتز مع معالج دايمنستي تسعمية وعشرين فايف جي مع تمانية جيجا بايت رام مية تمانية وعشرين سوفتوير ريلمي. كاميرات خلفية ممتازة وكاميرا امامية كويسة سماعات ستيريو مع شاحن سبتين وات مع بطل ربعة الاف وكملسومية ميلا امبير. كل الحانات دي مجتمعة في موبال واحد ومن برند زي ريلمي والموبال بتسعة الاف وثمانمية جنيه حاليا. الحى بقى لان عدد النسخ محدود جدا جدا وكالعدل موبال ده مان دا ولي هسيب لك اللينك تحت في الدسكريبشن. اما بالنسبة الموبال اللي بعد كده هو موبال من شاومي. انا كنت معترض على الموبال ده جدا لان اول ما نزل كان سعره تقريبا قربة الحداشر الف جنيه. وهو الريدمي نوت تولف اس. موبال جديد من شاومي. موبال شبه الريدمي نوت اليفن اس بالزبط ما فيش اي اختلاف تماما الموبال هو هو. ولكن حاليا ان الموبال عليها عرض انا شايفه كويس جدا تسعة الاف ومتين جنيه. يعني الموبال نزل حوالي الف وتلتمائة جنيه. وبقى دلوقتي شايفه صفقة افضل. لو انت بتدور على موبال من شاومي. فئة تسعة تلاف جنيه حاليا. هو الموبال الوحيد اللي موجود الى جانب الريدمي نوت الابن اس. اهم ما يميز الموبال ده من وجهة نظر الشاشة الاموليد التسعين الفول اتش دي بلاس الموجودة فيه اللي تعتبر بتصميم جديد وحواف صغيرة. عندك كمان معالج ميديا تيك هلي جي سيكتا وتسعين. هو مش المعالج الاقوى في فئته. ولكن هنا انت معاك سماعات ستيريو. معاك بصمة كويسة موجودة في زراء الباور. معاك شحن سريع معاك بطارية ممتازة. فهو كتوليفة على بعض يعتبر كويس. ولكن انا دايما معترض على شاومي حاليا من وجهة نظري ومش شايفه افضل يعتمد عليه. فانا من وجهة نظر الموبال ده للشخص اللي كان عايز وكان بيدور عليه وكان سعره يعتبر عالي. او اللي بيدور على موبال من شاومي تحت العشر تلاف جنيه يعتبر كويس. للوقت عليه صفقة اعتبر ممتازة. من وجهة نظر الشخص اللي بيحب شاومي او الشخص اللي كان بيدور على ريدمي نود والبي اس. اما بالنسبة للموبال اللي بعد كده بقى هو موبال اللي انتكلمت عنه الاسبوع اللي فات كان بعشر تلاف وربعمين جنيه. دلوقتي بقى الموبال سعره وصل لعشر تلاف جنيه بالزبط وهو اكيد السامسونج ايه اربعة وتلاتين. لو انت بتدور على الموبال يعتمد عليه السنين قدام. بتدور على موبال بسوفتوير مستقر. رأيي انسب موبال الليك هو السامسونج اربعة وتلاتين. ولو مش عايزه يبقى الريلمي ناين برو بلاس اللي انا لسه متكلم عنه اول الفيديو. اولا تجربتي الكاميرات. الموبال ده بيقدم افضل تجربة كاميرات ومعالجة صور افضل كمان من الريلمي ناين برو بلاس. والموبال هنا في كاميرا اساسية وكاميرا الترويد بمعالجة سامسونج الجديدة. وكمان الكاميرا الامامية تعتبر ممتازة. اقوى المعالج ممكن تسمع عنه فقط عشرة تلات جنيه الى ما فوق العشرة تلاف جنيه بشوية كمان. المعالج دايومينيس تي الف وتمانين. اللي موجود في الريلميتين برو بلاس اللي بخمستاشر الف جنيه في السوق المصري. فاخد بالك من النقطة دي. مقامة غبار ومية سماعات ستيريو تماني جيجاباية تلمع مية تمانية وعشين جنيجة زاكرة تخزانية بطارية تعتبر ممتازة. وطبعا اكيد معك شاشة بلا اموليد مية وعشرين هرتز فول اتش تلاس ولكن اعابها التصميم القديم اللي مش افضل حاجة والحواف الكبيرة. وكالعادة الموبايل بيجي من غير شاحن في العلبة تماما ان الموبايل ما بيجيش معا لاركب له كمان مفيش جراب ومفيش اي حاجة. دي الحاجات اللي ممكن من وبيت نظر يتعيب لتاربعة وتلاتين. فلو انت بتدور على موبايل بشاحن سريع. بتدور على موبايل باكسسوراته كاملة. بتدور حتى على موبايل بتصميم شاشة جديد. فالحاجات دي هي اللي ممكن تبنعك انك تشتري الاربعة وتلاتين. اما غير كده رأيي ان ده اقوى صفقة حاليا موجودة هو والريلم نين برو بلاس الصراحة صفقات ممتازة جدا. اما بالنسبة للموبايل بعد كده هو موبايل ممتاز من شركة ريلمي عجبني جدا في الفئلة اقتصادية ومن افضل موبايلات ريلمي السنة دي هو ريلمي تاني. وجايب لك عرض على النسختين. اولا بالنسبة للنسخة تمانية مية تمانية وعشرين جيجا انا جايب عليك بسبعة تلاف وتمنونية جنيه نزل التالي لفاقت سبعة تلاف جنيه لان في الفترة اللي فاتت كانت وصلت لتمانية تلتمية وتمانية رابعمية والنسخة التمانية متين ستة وخمسين حاليا جايب عليك بتمان تلاف وربعمية جنيه وتعتبر الصفقة ممتازة. اهم حاجات بتميز الريلمتين في الفئة سعرية ببعت سبعة تلاف جنيه من وجهة نظري شاشة الابولين التسعين هرتز الفول اتش تي بلس واللي بتتميز بالشكل الجديد الهول بنش والحافة السوفلاء اللي تعتبر افضل من وجهة نظر التصميم شاشة احسن من حاجة زي الاربع وعشرين لو انت بتفضل ما بين الموبايلين نفس المعالج الموجود في الاربع وعشرين اللي بقدم اداء ممتاز الميديا تيك هلي جي تسعة وتسعين وكالعادة مع فاقة سبعة تلف جنيه هتاخد تمانية مية تمانية وعشرين هتدفع تمان تلف وربعمية هتاخد تمانية متين ستة وخمسين تجربة كاميرا اساسية خلفية ممتازة وتجربة كاميرا امامية كويسة جدا انا ما عنديش اي اعتراض عليهم ولكن انا اعتراضي هنا ان الموبايل بينقصه كاميرا الالتروايد وبينقصه السماعات الاستيريو ولكن دي ممكن اعديها عادي الاربع وعشرين بيجيب سماعات مونو لكن بصراحة كاميرا الالتروايد هي دي الحاجة اللي نقص الموبايل بس المميز هنا بقى انك بتاخد اكسسورات الموبايل كاملة معه في العلبة وخصوصا الشاحن تلاتة وتلاتين واط جاي مع الموبايل في العلبة بدون اي مشاكل يعني مش هتشتري له اي حاجة زي ده وكمان الموبايل بيقدم بطارية ممتازة تكمل معاك اليوم خمس تلاف ميلي انبير زي ما قلت لك هسيب لك لينك النسختين تحت في الديسكريبشن النسخة تمانية مات امين وعشرين والتمانية متين ستة وخمسين ونيجي بقى الاخر موبايل معنا في الفيديو وهو موبايل ليعتبر فئة متوسطة عاليا الحقيقة في ناس كتير بتدور عليه وهو موبايل بيجي كل حاجة الحقيقة مش ناسه اي حاجة ويعتبر اقوى موبايل لتجريدت الجيمينج حاليا الموبايل ده كنت بشوفه بسوعتاشر الف ونص وطبانتاشر الف جنيه حاليا انا اجيب لك الموبايل بسعر ستاشر الف واربعمين جنيه لو انت بتدور على اقوى موبايل جيمينج من وجهة نظري البوكو افضل موبايل هيقدم لك التوليفة دي الموبايل كان عادة بيجيب شاشة امولد ممتازة بتدعم كل حاجة من شاومي مع مية وعشرين ارتس مع شاشة بدون حواف تماما سناب درجون سيبن جين تو معالج قوي جدا في الاداء اليومي واداء الالعاب معك اتناشر نيل وبيترام لتين ستة وخمسين جيجا زكريات اخزينية تجربة كاميرات خلفية كويسة انا ما عنديش علاقة اي اعتراض وتجربة كاميرا امامية ممتازة ولكن خد بالك ان موبايلات زي سامسونج في الفقه دي او هيكون افضل في معالجة الصور انا مش مفضل معالجة شاومي الصراحة ولكن الموبايل يعتمد عليه ويعتمد عليه جدا سبعة وستين وقت بطارية خمس سلاف ميلي امبير سماعات ستيريو كل حاجة بتدور عليها هنا موجودة وبرضو كان عادة اسيب لك الموبايل دي تحت في الديسكريبشن عشان الناس اللي بتدور عليه في نهاية الفيديو ما تنساش اللايك سبسكرايب وتفعل زرارة براس عشان يوصلك من ندمي كل جديد في جهد مبزون جامد في الفيديو وبعض ادور بكل افبوع عن موبايلات اللي سعرها نزل عشان اكون اول واحد يتكلم عنها وهو كان عادة انتظر الفيديو جديد سلام